اشتركوا في القناة ومن بين النقاط التي أدرجها مشروع هذا القانون رخصة السياق بالنقاط اضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفة والجناح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق وسيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية والجمعات المحلية مع توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطيرة اضافة إلى أحكام جديدة تتعلق بمرقبة الحمولة الزائدة للمركبات ومراجعة أصناف رخصة السياق وتضمن القانون والجانب الرضعي حيث نص على العقوبة التي تصل إلى السجن اضافة إلى الغرامات المالية كما تم إدراج عقوبة خاصة بالسجن في المدى 69 مكرر ضد كل سائق مركبة نقلب رائعا يتجوز وزنها الإجمالية المرخص به مع الحمولة أو مركبة لنقل الأشخاص والتي تشتمل على أكثر من تسع مقاعد بما في ذلك مقعد سائق وذلك عقب عظم احترام تدابير القانونية المتعلقة بمدة السياق ومدة الراحة والتي تتسبب في حوادث المرورة والتي ينجم عنها قتل غير عمدي إذن هي عقوبة صارمة في انتظار سائق المركبات مع السنة الجديدة وإعلان للحرب على حوادث المرورة التي لا تزال تحصد أرواح الأبرياء وتكبد الخزينة العمومية مبالغ طائلة اشتركوا في القناة